هانت عد هذا آخر اختبار وبعدها صير الدكتور عبد الله بس مش لح التخرج اي مقاس جيمو اروح شيك على خلن خلني ذاكروا شي والله بعد التخرج باله سيارة كامر 23 تصلح خلنشيك على اسعار الكامري افضل الاسعار على كامري 2023 اخي والله هذا الجوال اللي يفهمني لحظة انا مكنت تبغى اذاكر لا تنسى الاشتراك بقناتي عبد الله لا لا هذا الجوال اللي يفهم ايش احتاج من جد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا انحياك الله اذا في يوم من الايام قاعد تفكر في موضوع معين وتبقى تتخذ قراره فراح تلاحظ انه فيه صوتين يدوروا في راسك الصوت الاول هو صوت عقلاني صوت منطقي وهذا هو عقلك الواعي اما الصوت الثاني فهو صوت اللي يلف ويدور اللي احيانا يفكر بجنون اللي احيانا يتخاذل هذا الصوت هو صوت عقلي وعقلك اللاواعي العقل الواعي هو المسؤول عن تحليل الامور عن تفسيرها هو العقل اللي الان قاعد تفكر بالكلام اللي قاعد اقوله عن طريقه اما الصوت الثاني فهو صوت عقلك اللاواعي العقل الباطل العقل المسؤول عن المشاعر عن الذكريات عن نبضات القلب عن التنفس عن المعتقدات الداخلية الدفينة فبالتالي كلها نحتاجها ولكن كلها لها علاقة بموضوع الحلقة اليوم فخليني كده ادخل في التفاصيل اكثر واقولك عقلك الواعي جيد في تحليل المعلومات والمعطيات يساعدك فعلا على اتخاذ القرارات الصحيحة باذن الله تعالى هذا عقلي ولكن لا يمتلك ذاكرة طويلة الامد احنا نتكلم عن فعليا ان المعلومات رح تبقى في عقلي وعقلك الواعي من 15 ثانية الى 20 ثانية كحد اقصى وبعدها ينسى المعلومة ولكن كيف نقدر نحتفظ بذكريات موجودة من الطفولة تذكر اشياء من يوم ما كان عمرك 4-5 سنوات هنا يجي دور عقلي وعقلك الباطن ذاكرة فعلا مرعبة ولكن لا تستطيع ان تعتمد عليها في اتخاذ القرارات تعال معايا في هذا المشهد خلينا تخيل ان الان بنام ازاك يا عبدالله هتعمل ايه بعد ما إيلون موسك كتب كل سروته باسمك اقول لي اتذكر ان شفت الوجه هذا قبل كذا عد علي هذا الموقف بس ما اعرف فين عد علي وفين شفت الرجال هذا هذا فعليا اللي يصير معايا ومعاك التفسير عقلك الباطن يحفظ كل شيء يمر عليك عن طريق حواسك الخمس وجوه الاشخاص اللي قابلتهم في حياتك الروائح الاصوات ملمس الاشياء ثم يستدعيها في الاحلام وفي المنامات فبالتالي لما تشوف شخص مر عليك في حلم من احلامك لا تتوقع ان عقلك يستطيع توليد صور اشخاص جديدة لا لك ممكن تكون قابلت في مكان معين اعد عليك كذا على السريع انت ما تذكره لكنه موجود في عقلك الباطن اللي يصير عند الذكريات وعند الاحلام انه عقلك الواعي يبدأ يستدعي تلك الصور وهذون الاشخاص عن طريق عقلك الباطن اللي ذاكرته فعليا مرعبة وبلغة الارقام عقلك الواعي يقدر يعالج اربعين لخمسين بيت من المعلومات في الثاني الواحدة اما عقلك اللاواعي فيقدر يعالج في الثاني الواحدة اركز معايا احد عشر مو احد عشر الف احد عشر مليون بيت من المعلومات في الثانية الواحدة مستوعب بس حجم الفروقات بينهم طيب السؤال الاهم انه ليش ما اقدر اعتمد على عقل الباطن وعقل اللاواعي في اتخاذ القرارات الجواب هو انه عقلك الباطن لا يميز بين الحقيقة والخيال الان وصلنا اللب الموضوع الان وصلنا لموضوع احلام اليقظة وبشاركك تجربة في هذه التجربة جاب الباحثين مجموعة من الاشخاص وعرضوا عليهم صور وفي نفس الوقت كانوا يصوروا انشطة ادمغتهم اليوم اللي بعده جابوا نفس المشاركين وطلبوا منهم تخيلوا الصور حقت امس وتخيلوها وفي نفس الوقت كانوا يصوروا انشطة ادمغتهم المفاجأة انه نشاط الدماغ في وقت ما عرضوا للصور امس وفي وقت ما طلبوا منهم تخيلوا الصور كان نفسه فبالتالي وكأنه العقل الواعي قاعد يطلع الصور من العقل الباطن يقول له هاتا الذكريات حق امس طلعها هاتا هاتا هي نفسها الان قاعد ينشطها بشكل غريب لذلك اقرب تشبيه للعلاقة بين العقل الواعي اللي يتحكم اللي يحلل الصور والعقل اللواعي اللي مسكين مليان ذكريات هو كأنه رجل راكب فيه ويتحكم فيه فعلى قد ما العقل الواعي عقل بسيط وسريع وضعيف البنية مقابل الفيل اللي هو العقل اللواعي لكنه قادر على ان يتحكم به احلام اليقوة التخيلات اللي تجيني وتجيك للحظات نجاح كبيرة نبغى نوصلها اللحظة اللي تخيل فيها اني الان اتخرجتها الان جمعت المبلغ اللي ابغاه الان سكنت في البيت اللي ابغاه وابدأ اتخيل القصة كاملة وكأني قاعد اعيشها لحظات جميلة فيها من النشوة والسعادة الشيء الكثير هل هذه اللحظات فعلا مفيدة؟ الجواب المختصر لا وهذا مو كلامي هذا كلام قابريل اوتنغن وسادة علم النفس بجامعة نيويورك وجامعة هامبورغ اللي تقريبا ما في بحث يتكلم عن هذا الموضوع الا و رح تلاقي اسمها فيه بشكل او باخر لانها متخصصة في دراسة تأثيرات طرق تفكيره وتفكيرك على الدافع والحافز للعمل اللي يصير معاي ومعاك الآتي نبدأ نتخيل نجاحات معينة ونبدأ نعيش في قصص معينة نتخيل الوصول اليها فيبدأ جسمنا يتفاعل مع هذا الشيء بانه يفرز هرمونات السعادة والرضا كمكافأة فبالتالي يقل الدافع والحافز للعمل فليش انا اعمل في شيء اعلم انه اقدر احصل على مكافأته بمجرد ما اتخيل الوصول اليه فاني ليش اتعب واذاكر واشد حيالي طالما اقدر اتخيل لحظة التخرج والوظيفة اللي ابغاها والشهادة اللي ابغاها وكمل ماجستير ودكتورة ليش يعني طيب هل هذا معناه انه اتوقف عن الحلم اتوقف عن عن تخيل اللحظات النجاح هذه او اتوقف عن انه اعيش هذه اللحظات بين فترة والثانية طبعا جواب لا بلا ادنى خلاف واساسا هو شيء مستحيل هي تجيك احيانا بدون ما تتحكم فيها وبنتكلم عن طرق عملية بإذن الله تعالى لكن قبلها بستشهد بكلام الدكتورة غابريل اننا راح يكون مخطئين تماما في التخلي عن احلامنا مثل ما نحن متخيلين انه مجرد التفكير والعيش الاعمى على هذه الاحلام هو راح يخليه تتحقق فمثل ما احنا نقول انه العيش في احلام اليقظة هو مجرد وهم كذلك التخلي عنها بشكل كامل هو مجرد وهم طيب الحال يا دكتور ايش نسوي؟ بعد عشرين سنة من البحث العلمي والخبرة في هذا المجال توصلت الدكتورة الى تكنيك هذا التكنيك يستخدم طبيع التعمل ادمغتنا لقدمتنا التكنيك بسيط انه لما تبدأ تعيش في مثل هذه اللحظات من تخيل لحظات النجاح ابدأ افكر مباشرة بالتحديات اللي ممكن تواجهها وكيف ممكن تحط حل للعقبات اللي راح تصير في الطريق فبالتالي لما انا افكر والله اني الان اصبحت شخص رياضي لياقتي صارت عالية ووصلت لجسم المثال اللي ابغى الان انا قاعد اشوف الشكل اللي انا فعلا اوصله مباشرة ابدأ افكر طيب لو اليوم ما كان لي نفسي ان اروح التمرين فبكتفي على قلب عشر بشب مثلا فبالتالي ابدأ افكر في العقبات اللي هي اصلا قاعد تواجهني اليوم هي الان قاعد تواجهني فابدأ احط لها حلول وقت ما اتخيل تلك اللحظات اللي بإذن الله تعالى ممكن تجي بس هي الان مجرد تخيل مجرد كنت بقول مجرد وهم بس هي فعليا مجرد خيال طالب يتخيل نفسه في مراتب الشرف الاولى والان قاعد استلم خلنا افترض ان هذا شهادة شكر وتقدير شهادة تكريمه على انه الطالب الاول على الدفعة والناس حولوا يصفقوا والان هو يتكرم من عميل الجارع في هذه اللحظات غالبا الطالب هذا قاعد يقاوم ساعات المذاكرة الطويلة او جلسات التبليمة اللي هي فيه اختبار بكرة بس انا لسه ما فيه حال اذاكر ففي مثل هذه اللحظات حلو انك تستغل حماس اللحظة وحماس وغمرة المشاعر انه الان قاعد يعيش اللحظة هذه الجميلة بانه وجهها تجاه حماسي لتغيير فعل معين فاقول لو انا مثلا مكان هذا الطالب او هذا اللي تعلمته انه لمن اكون في مكان هذا الطالب اقول تمام يصير متى ما حسيت انه ما لنفس اذاكر اروح اجلس في المكتب حتى لو ما لنفس اجلس على مكتب المذاكرة وابدأ افتح الكتاب حتى لو ما لنفس فبالتالي ابدأ افكر في سلوك معين في تحدي معينا الان قاعد اعيش وفي عقب معينة هي اللي بينه وبين تحقيق هذا الحلم فبالتالي ابدأ اشوف كيف ابدأ راحلها واستغل هذا الحماس ووجهه تجاهها اتمنى لك فعلا انجازات ونجاحات بعيدا عن الاوهام والتخيلات في امان الله اشتركوا في القناة